اشهد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد شاكر ابراهيم الشتر بالتعاون القائم بين الغرفة وشركائها الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية بمملكة البحرين بما يخدم مصالح اصحاب الاعمال وتذليل مختلف المعوقات والصعوبات التي يواجهونها وقال في كلمته التي القاها خلال الندوة التي نظمتها الغرفة عن بعد تحت عنوان تطورات عمليات النقل والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين ان قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكل حلقة مهمة وداعمة للكثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث تكمن اهميته بسبب دوره القوي في دعم جميع القطاعات الاقتصادية وارتباطه بها مما يترتب عليه تنشيط التجارة الاقليمية للمملكة بشكل لافت حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حوالي ثمانية في المئة خلال الربع الاخير من العام 2019 تحت رعاية زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن برصة البحرين اعلنت برصة البحرين الفائزين في برنامج تحد التداول الاستثماري تريدكوست لعام 2019-2020 وذلك عبر حفل ختامي افتراضي وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبرصة البحرين الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة انهم يؤمنون باهمية الاستثمار في نشر المعرفة والثقافة المالية من اجل وضع حجر الاساس لقادة المستقبل الامر الذي يسهم بدوره في دعم اقتصادي مملكة البحرين ويعزز مركزها القيادي في قطاع المال والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية المشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث اقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1273 نقطة بارتفاع بنسبة 31 من 100% وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وتجاوزت كمية الاسهم المتداولة 3 ملايين و354 الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون و57 الف دينار تم تنفيذها من خلال 63 صفقة وتركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ معكم مشاهدين بالسوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 7222 نقطة بالخفاض بنسبة 0.86% وبالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 4284 نقطة بارتفاع بنسبة 0.17% اما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلقت عند مستوى 1999 نقطة بارتفاع بنسبة 0.77% لتكون الرابحة الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم انطلق مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الامم المتحدة في العاصمة الرياض والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الاممية والدولية لتحسين الوضع الانساني في البلاد التي تواجه اسوأ ازمة انسانية في العالم مع انتشار فيروس كورونا مؤخرا فقد اعلن وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في كلمته امام المؤتمر ان المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية تدشين خط ملاحي جديد لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الاحمر وذلك عبر ميناء جد الإسلامي والملك عبدالله عن طريق الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل البحري ميرسك وذلك لتيسير رحلات منتظمة بشكل اسبوعي والذي يعد ثالث خط ملاحي تطلقه الهيئة منذ بداية العام الحالي 2020 مما يؤكد صالابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلال الامداد في المملكة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نبقى في السعودية حيث أكد مصدران بأوبك بلس أن المملكة العربية السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبيك بلس الحالية لمدة شهر وأوضح المصدر بأن اجتماع أوبيك بلس في الرابع من شهر يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة ووفق ما ورد في وكالة بلومبرغ فإن السعودية وروسيا تطلبان بتعهدات صارمة بالالتزام بحصص الانتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق ونيجيريا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الاقتصاد الاسترالية تجه لتسجيل أول ركود اللح في نحو ثلاثين عاماً تسارع التضخم في تركيا بشكل مفاجئ للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي مع ارتفاع تكاليف عدد من السلع وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي تركستات أن مؤشر إسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بوتيرة سنوية بنسبة 11.39% وذلك خلال شهر مايو الماضي مقابل نسبة 10.94% المسجلة في الشهر السابق له خفضت وكالة فتش للتصنيف الاعتماني توقعاتها للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى انكماش قدره 14.16% وقالت الوكالة في تقرير أن تخفيضها جاء نتيجة تخفيض توقعها بانكماش منطقة اليورو وبريطانيا إلى 8% العام الجاري وهو ما يزيد بسالب 1% عن تقديراتها الشهر الماضي وتوقعت أن تشهد البرازيل وروسيا انكماشاً يتراوح بين 5 و 6% خلال العام الجاري يتجه الاقتصاد الاسترالي إلى تسجيل أول ركود الله في نحو 30 عاماً بعد أن انكمش في الربع الأول من هذا العام بـ 3% متأثراً بأزمة كورونا إذ يعتبر هذا الانكماش الفصلي هو الأول منذ عام 2009 وكانت أستراليا قد أعلنت خطة انفاق بقيمة 38 مليار دولار للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد في وقت طلب من المواطنين إلغاء رحلاتهم الداخلية لمنع تفشي الفيروس ترجمة نانسي قنقر